موسيقى تحية طيبة نقدم لكم مع زينة المتدولي معارضة أسبوعي جديد لسوق الفوريكس نواصل اليوم يطلعكم على أهم الأحدث المترقبة في سوق الفوريكس لهذا الأسبوع كانت سوق الفوريكس خلال أسبوع الفائد متقالبة بشكل كبير غير أن سعر الأزواج العمولة الأساسية في نهاية المطأ لم تتغير تقريبا دعونا الآن نتذكر وبشكل مختصر أهم الأحداث التي وقعت خلال أسبوع الفائد ارتفع مؤشر دولار أميليكي نهار يوم الأسنين حتى 55.4 نقطة ويعد الفضل بذلك لارتفع مؤشر ICM خلال شهر مايو أيار وكان من الواضح القيام مستثمرين بتخفيض فعاليتين مترقبين اجتماع آخر للبنك المركزي الأوروبي والذي جرى نهار يوم الخميس الفائد وبحسب نتيج هذا الاجتماع كان البنك قد قام بتخفيض سعر الفائدة من 0.25 حتى 0.15% وسعر الفائدة على الوضائع حتى نائس 0.1% أما السعر الفائدة على الأخراض الهامشي فقد خفضه حتى نائس 0.4% عدا عن ذلك كله كان قد تم الإعلان عن التحديدات لإطلاق برنة مجلزية السيولة وذلك عن طريق طبع النقود هذا وسيقوم البنك المركزي الأوروبي خلال خطواته الأولى بتقديم قروض طويلة الأمد لبنوك الاتحاد الأوروبي بمقدار 400 مليون يورو وذلك على مدار أربع سنوات من بعدها سيكون بمقدار التب مقتوري البداء بشراء الأسر وذلك على جزء مجلز الاحتياطي الفدرالي وبنك اليابان فيما لو قطت الحاجة لذلك كانت ردد فعال الفعال الأولية للمستسمرين متوقعة تماما وتجه سعر الصرف اليورو مقابل الدولار أمريكي نحو الأسباب غير أنه في وقت لاحق تعصي سعر الصرف بهذا الشكل ملحوظ أولا أصبح مفهوم بالنسبة للمستسمرين بأن عملية طبع الأموال لن تبدأ مباشرة في الحال ثانية صرح رئيس البنك الأوروبي المركزي ماريو درايجي بأن أسعار الفائدة لن تتخذ إلى ما دون مستوية الأسعار الحالية في الوقت الزاتي يتوقع أنه في مستوى تضخم خلال هذا العام سيساوي 0.7% أما في العام المقبل فإنه سيبلغ 1.1% في حين أنه سيبلغ 1.4% في عام 2016 ومن الواضح بأن هذا التنبؤ أضعفا بكثير من مستوى الهدف السابق الذي تواجده على مستوى 2.% وهذا برغم من أن ارتفاع أسعار المستهلكين يتواجد وللشهر السمن على التوالي على مستوى أدنى من 1% لقد كانت هذه المعلومات بالنسبة للمشتركين في السوق إشارة التأكيد إضافية إلى أن أسعار الفائدة قد بلغت أدنى حد لها نحن نرى بأن البنك يجري وبشكل هادف سياسة إلعاف سعر الصرف اليورو على الأغلب سيتمكن البنك من التحقيق مأرابي هذا نظريا يبدو أن الترند الهاوبت هو الترند المفضل صدرت يوم الجمعة بيانات اقتصادية إيجابية في أمريكا وكانت قد أدت هذه البيانات إلى التعزي الدولار أمريكي وأخفاض صعر الصرف العملي المؤوروبي المواحد هذا وولا قد تطبقت كمية تأول وظائف خارج القطع الزراعي في شهر مايو أيار من قيمة الألاتي كانت قد جرت توقع لها والتي ساوت 217 ألف وظيفة بهذا الشكل نرى بأن المؤشر هذا يزيد عن مستوى 200 ألف وظيفة لشهر الرابع على التوالي وذلك للمرة الأولى منذ شهر يناير كان الزاني لعام الفين من المحتمل أن يؤدي تحسن الوضع في السوق العمل إلى تفعى احتمال أن يجري رفع الأسعار الفائدة من قبل المجلس الاحتياطي الفدرالي أما فيما يتعلق بهذا الأسبوع فستطور يوم الخميس أكثر البيانات أهمية في أمريكا وستكون هذه البيانات هي التالية البطالة عن العمل عن الأسبوع مبعات التدزيع، أسعار الاستيراد والتصدير وأخيرا مخزونات الإنتاج أما في يوم الجمعة فسيجي الإعلان عن مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أمزج المستهلكين والصادر عمها تمشيقا نحن نرى بأن معظم التكهونات الأولى ستكون إيجابية بالنسبة للدولار الأمريكي أما أهم البيانات بالنسبة للمنطقة الأوروبي والتي ستسطور خلال هذا الأسبوع فستسطور هي الأخرى يوميا الخميس والجمعة بداية ستكون على موعدا مع إنتاج الصناعي والتقرير الشهري لبنك الأوروبي المركزي أما في يوم آخر من الأيام الأسبوع فسيتم الإعلان عن بيانة التوصيف والميزان التجاري في المنطقة الأوروبية وكذلك بيانة التطخم في ألمانيا بخلاف التكهونات عن بيانات في أمريكا ستكون هذه التكهونات معتدلة عموما هذا ما نستطيع قوله فيما يتعلق بالأسبوع الجالي ختما نتمنى لكم تجارة مباحة مع شركة IFC Markets تابعوا توقيتكم وإلى اللقاء